شكراً لأخ رئيس 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 نحن كنواب المجلس الماضي أقررنا قانون يحمي البيئة اليوم دورنا محاسبة وليس تشريع ووزير الأشغال مسؤول أمامنا سياسياً الآن خاصة بعد تقارير الجهات المختصة أن السبب الرئيسي لنفوق الأسماك إصابتها بكتيريا بسبب مياه الصرف الصحي بس الوزير الأشغال مشاريع الصرف الصحي شو اللي صار فيها؟ يعني هالملايين اللي قطيناها على مشاريع الصرف الصحي حالياً وأنتم لحد الآن ترمون في البحر وراحة المشاريع إذن المسؤولية واضحة مسؤولية سياسية واضحة جداً ودور وزير الأشغال في معالجة هذه أو الصرف الصحي بالذات فأطلب الاستعجال من لجنة البيئة بالتحقيق وقبل أن انتهى دور العقاد الحالي يجب أن يكون التغرير يكون جاهز لأن وزير الأشغال أنا شايف فعلاً المسؤولية السياسية واضحة بدور وزير الأشغال إذا وزير الأشغال إذا جسر في صباح السالم جسر مشات كل يوم قاعد ينقل المكان لمكان ما هو قادر يتقل قرار حاطين جسر مشات يربط ما بين مدرسة ومسجد اليوم الجسر في هالمكان اضغط عليه وده مكان ثاني اضغط عليه رحل الجسر فما بالك الآن في موضوع الصرف الصحي لخ الرئيس فموضوع الصرف الصحي حالياً المسؤولية واضحة على وزير الأشغال فموضوع نفوق الأسماك بعد الدراسات أثبتت لخ الرئيس بأن السبب الرئيسي إصابتها ببكتيريا بسبب مياه الصرف الصحي فالمسؤولية واضحة على وزير الأشغال وأرجو لخ الرئيس أن الحكومة اليوم يكون عندها بيان واضح عن موضوع نفوق الأسماك في هذه الجلسة أن الحكومة الآن تبلغنا وين وصلوا في موضوع نفوق الأسماك وشن الحلول العاجلة بهذا الموضوع شكراً لخ الرئيس